خلاص صيفنا سلام عليكم محمد ملكا من جديد ومقطع جديد بنحكي عن ثلاث عطور صيفية شبابية بتتميز انها عطور حديثة ومن فئة الديزاينر وعلى عن ذلك رائحتها جميلة ومميزة ومتفردة واداءها جيد تعال تعرف عليها يلا بي العطر الاول كنز اوم نسخة الاودو بارفام اصدار 2022 واحد من اغرب العطور الزرقاء بدون ما نحتار بالمكونات ثلاث نتات اجتمعوا بالعطر بحرية وجلدية والباتشولي شايفين الثلاث مكونات اللي ذكرتهم الى انه عطر معقد ومتفرد العطر بداية شو بتشموا فيه بتشموا لمسات بحرية مع لمسات الجلد وبيستقر على الباتشولي الباتشولي بداية بيكون اقرب للعشبية بعدين بيستقر على الاخشب طبعا العطر الى التقييم خاص قيمته جديد راح تلاقوه داخل القناة من العطور الصيفية الصيفية المتفردة اللي بس تشموها ما هتشموه اشي مألوف للأسف عطر راقي جميل وبس ترشوه راح تنسألوا عنه كل شخص راح يشموا عليك وخصوصا بس يلا يحكي لك شو هالعطر التحفي اللي راشن عطر بالنسبة الي خارج عن المألوف ملينا من العطور الزرقاء المكررة هون راح تشوف اختلاف راح تشوف تفرد راح تشوف جمالية والاشخاص اللي ملوا فعلا من تكرار العطور الزرقاء هذا العطر راح يجيبكم وبرضو للشباب اللي بدوروا على عطور صيفية بأداء ممتاز بهالعطر راح تلاقي طلبك راح ترش الصبح وترجع المسا تشموا حتى ممكن تشموا لأيان على التيشيرت سعر العطر ما بتعدى الميت دولار بحجم المية وعشرة ملوا وللتحفي الثاني لانويد ديلوم بلو الكتريك من ايف سان لوران اصدار 2021 العطر مشابه للاصدار الفخم والاصدوري اللي كل شاب بيحبه لانويد ديلوم القديم الى انه هاي النسخة اكثر انتعاش بالبداية بتشموا لمسات من الزنجبيل والبرقاموت والهيل وبيهدى على اللافندر وابرة الراعي وبيستقر على الفيديفير لكن هاي النسخة اكثر انتعاش بالبداية بتشموا لمسات من الزنجبيل والهيل والبرقاموت وبيتوسط على اللافندر وابرة الراعي وبيستقر على الفيديفير مباشرة العطر بس ترشه ويدخل مجرى التنفس عندك بتحس بالاناقة بتحس بالراحة بتحس بالنشار فعلا عطر خرافي وجميل جدا لاصحاب الدوام الصباحي المكتبي لا يفوتكم هالفخم وبالنسبة للأداء الثبات جيد وفوحان متوسط سعره 150 دولار بحجم الميت ميل ارماني دايما بتعجينا العجايب بعطورها مع النسخة الحديثة ارماني كود بارفام اصدار العشرين اتنين وعشرين هاد مفاجأة لمحبيه وعشاق جورجيو ارماني ودايما بميل له الدار وفعلا ما بتخيبني العطر شبابي جذاب مميز وحيأجب 99.9 من الشباب بالبداية بتشموا لمسات حمضية سرعان ما تهدف تدخل لمسات السوسع للاضافة الجديدة والاحترافية بالعطر وبترافقها المرمية وبعد بشوي بيستقر على التونكا وخشب الارس تصميم اتقان من المكونات وحتى شكل الزجاجة اللي بعتبرها اجمل تصميم زجاجة بخط ارماني كود وحتى بالوقت الحالي اتغلب على اصدارات خطه ليش لانه العطر بعطيك مكونات حسية مكونات جميلة مع انه فيه روح من ارماني كود الاورجينال الى انه هون نوتة السوسن اخذت دور صح ومش بس للصيف تقدروا تستخدموه باي مكان وزمان يعني العطر جوكر وازيدكم اداء العطر من ناحية الثبات وفوحان ممتاز العطر بيجي بحجمين حجم ال 75 مل سعره تقريبا بين 100 ل 110 دولار وحجم ال 125 مل سعره 150 دولار وبهيك منكون انتهينا من مقطعنا اي شاب جرب واحد منها التحف العطرية ياريت شركنا بتجربته بتعليق وحسابي على انستجرام كالعادي ما تنسوا تضيفوني بشوفكم على خير مع السلام